اشتركوا في القناة هذا ووافق المجلس على اعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2019 وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019 وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2019 كما وافق المجلس في ختم الجلسة على طلب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بسحب الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 9 مكرر إلى المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل وذلك لمزيد من البحث والدراسة ناقش اليوم مجلس الشورى الموقر اقتراح بقانون لتعديل مادة في قانون التأمين ضد التعطل والتنص المادة هذه على أنه يعرض الحساب الختامي على مجلسي الشورى والنواب لضمان اطلاعهم على تطور العمل في التأمين اللجنة ناقشت اليوم جزء من الموضوع واتفقت على استرداده لأنه تحتاج لمزيد من التعديل ومزيد من النظر في صيغة التعديل وليس في القانون نفسه أو المبدع نفسه واليوم المجلس وافق على هذا الاسترداد ناقش مجلس الشورى يوم في جلسته الحساب الختامي الموحد للدولة سن مالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتقرير تنفيذ الميزانية العامة للدولة وكشف مناقلات من حساب التقديرات الأخرى الوزارات والجهات الحكومية وكان في توصية اللجنة تسع ملاحظات من أهمها الإشادة بتوحيد الأسس المحاسبية لإيرادات والمصروفات وحث الوزارات المعنية بالالتزام بالاعتمادات المخصصة لها في الميزانية العامة وضبط الدين العام عند مستويات قبل التحكم الحمد لله حصل توصية اللجنة على الموافقة بالإجماع من قبل عضاء المجلس